بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا أعرف أن الزمن بتاعنا أحواله متشابكة جدا 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 وعشان نبني أولادنا في الوقت ده وعشان نشتغل معاهم على محور الأخلاق ومحور التنشئة الحضرية والتنشئة كمان اللي بتربيهم على أن هم يكونوا منورين وأن هم كمان يكونوا أصحاب عقول نيرها وفي نفس الوقت عايشين وقعهم بكل تفاصيله بقت حاجة صعب على الأهل جدا صعب علينا كلنا ولو حد من أولادنا جاء وقال لك ماما بابا أنا عايز أعمل فيديوهات على زي صحابي مثلا أو صحباتي بيعملوا فيديوهات على التيك توك وبقت تريند هتقول لهم إيه وعشان كده حلقتنا النهاردة عن الكلمة عن أولادنا في زمن التريند من الظواهر للبقت بتشكل كتير من سميات العصر بتاعتنا وبنعيش فيها ما يسمى بسراعة التريند على السوشيال ميديا وفتكروا أن حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بيحاول يخلي كان دايما بيدينا أمرات وبيدينا معايير عشان تخلينا في حالة اتزان في حالة أن الواحد يكون فعلا عارف بيمشي لفين ويروح لفين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا كمان ونهانا عن بعض الأشياء التي تفسد حياتنا عن قيلة وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ففكرة التريند أصبحت فكرة متلقلقة في أزهان كتير من الناس بدفع أن هم يقدروا يلاقوا مكان يتشافوا فيه وسط زحام الناس الموجودين على التواصل الاجتماعي اللي بيسموا نفسهم بالمؤثرين والمؤثرين دول اللي هم المدونين والبروجرز من أكتر الناس اللي بقى ليهم تأثير كبير في حياة أولادنا مش بس في حياة أولادنا في المجتمع كله لدرجة دلوقتي بقت تتجه فكرة الإعلانات إلى أن هم اللي يقوموا بالإعلانات وهم اللي يقوموا بالدعاية لأنهم في أحيان كتيرة بيعتبرهم هم النموذج اللي بيحبوه وبيحبوا يتعلموا منه لما أولادنا بيحبوا يشوفوا هم قد يمؤثرين فيحسوا أنهم دهت النموذج اللي ممكن يتعلموا منه وهو دهت اللي بيشكل الخطر على مستقبل أولادنا ساعات بيبقى الناس دولة ساعات كتيرة بيبقوا الناس دولة مش أكفاء وساعتها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حذر أن الناس اللي غير أكفاء يوسد لهم أي شيء وحذر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل اللي يبقى إنسان وهو دهت اللي حضرة النبي التعبيري اللي يستخدمه أن يكون الرجل تافهاً ويتكلم في الشأن العام بيبقى جميل لما يكون المؤثر ده إنسان وبيقدم محتوى فيه قيمة مضافة بأسلوب إبداعي مش بتجاوز فيه حدود الأخلاق لكن لما بيكون المؤثر ده بيقدم محتوى فيه انحدار أو محتوى فيه تفاهة أو محتوى بيرسخ أفكار غلط فيها إساءة أو وصمة مثلاً لحد ويكون همه وشغله الشاغل صناعة الترند حتى لو هيدوس على الأخلاق أو يدوس على أقلوب ناس أو يدوس على جماجب ناس أو حتى يدوس على مشاعر وأحزان ناس زي ما يصور ويجي يتكلم أو يصخر من أي حاجة بتحصل لحد من الناس متابعة المؤثرين والترندات غير الهدفة مع الوقت بتخلي الإنسان تعالوا بقى نسمع بالراحة ونحلل بالراحة عشان في الحقيقة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما حذرنا من الإدمانات وإن الواحد يكون منشغل بالإسراف ومنشغل نفسه إلا متشغلها بالحق يا دي هو دي فلسفة الإدمان نفسك إلا متشغلها بالحق شغلتك بالباطل فلما تكون الحاجات دي مش هادفة مع الوقت الإنسان بتقلي فيه الكثافة الإنسانية يعني إيه تقلي فيه الكثافة الإنسانية تقلي إنسانيته ومنظومة قيمه تتعطل وما تشتغلش ويبقى إنسان بلا قيم بتتحول إلى أخلاق لأن على فكرة يكون مجاتل الترند ومتابعتها باستمرار باستمرار بتخليه يتغزى على فتات غير صحي وأحياناً فاسد يفسد القلب القلب والعقل